السلام عليكم و مرحبا بكم في قناة ديد و صمدي هالنهار ان شاء الله نتكلموا على واحد الموضوع ديال شحال ممكن نعطيه للذكر يعني من انتة في اليوم الواحد يعني طريق هو التلقيح يعني شحال نقدروه نعطيه من نتوة في نهار واحد يعني قبل من نجاوبوا على هاد الاجابات الاجابات هدروه بعدها على الذكر الذكر شحال المده اللي يبلغ فيها المده اللي يبلغ فيها اللي يتعطال الانثى هدا بهاد ذكر هدا هو ربقي عنده التورونس هدا انا ما نعطيهش الانثى ما نعطيهش الانثى لماذا؟ لانه اخر هدي هدي القحة هدي يجيب عدد قليل يجيب عدد قليل تباك الله هذا هو شوف الحيوية اللي فيها و اسدرها الشانشين لكحل و ده لقحت به شحال من الخطره تباك الله رحم زياد و هدا باب ينتهو يلا بديتك اللقح به ايه الشحال خص يكون في العمر ديالله في الحقيقة ديال بالصح هو خص يكون عنده ربع شهور إنه يكون عنده 4 شهر سوف يتم مرة قابل أنه يلقح ويعطيك واحد العدد لبأس به مثلا يعطيك واحد سبعة ديال الصغار ولا ثمانية ولا اتناش مهم منك يكون واصل حنا كنقولو عليه واصل القضية ديال هادا السائل دياله حقيقة اسمه هو السائل دياله يعني السائل المنوي دياله هو في الحقيقارة هو الصحة دياله يعني ماشي غدي نقولو مثلا صافيا دارا كي لقح غدي نجيه مثلا مثلا نقولو نجيبو له واحد عشرات من نتوات ولو نعطيهم له فخطرة يعني هم قاو نقولو له لقح تم مرة غدي كونوا متأكدين ان دك السائل المنوي دياله غدي هو غدي غدي تفرز بواحد الكيمية كثيرة غدي تحسوا به مبقاش هو هاداك كي النوع اللي الناس اللي عتاني كي بقوا يكريو يعني كي شدوا واحد داكر كيقولو صافيا دارا الداكر كامل الفوحولة رهم زيان مقان نكريه منكي بقى يكريه اولا يقدر يجيب شي امراض على 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 بره يقدر يجيب احد نتوات ابشه فيها شي مرضى على على بره ولزن القادي يكريو به الوزن الوغس يكون فيه ثلاثة أونس صافي كافي اني مره مره وزنه وشوف انت يشحكة تعطيه ديال الماكلة الى القيته تزاد شي شوية صافي بده تقلل له الماكلة علاش؟ الامش تتزاد راكي كي يبان في العين وكتكون راهم زيانه ولكن لا مني كيكون يعني عامر ووافي بزاف وبدك يتشحم المنظر راه عاطيه ولكن هو مني كيكون كيتزاوج كي بدا يضرب في الكاش برجلية هذك الضرب اللي كيضربو الامش تتقيل وبدك يطلع فوق فوق النتواق ويعني وبدك يطلع وبدك يضرب هذك الضرب احنا كنسميه كيتعرقب سموه ايا كيتعرقب هي انه كيولي عنده واحد جروع على مستوى الأرجل الخلفية الامش تتعرقب كيولي هو باغي يطلع فوق النتواق ولكن باش يصق فوق منها ويركز على رجليه ما كيقرش كيولي صافي ما قادش انه وخي يكون عنده باقي فيه السائل المانويه وباغي يلقح ولكن كي كيطلع كيضروه رجليه كيبدأ ينزل فوق النتواق صافي يعني ما بقاش خدام اذا العدد من النتواق اللي نقدروا نعطيوها صافي ثلاثة النتواق كافين لا عندكم مش قاطع كبير انه بالنسبة لي كنخلي جوج دقو هذا اللي راني خدام به وخلا راي طلبوا لي واحد السيد هذا حسيس به انه صافي قادر انه يعني يلقح ويعود يلقح قضية ديال النتواق ما كيكونوش في نهار واحد كيكونو مختلفين وهادي ولدة مثلا في 12 هدي في الجوج هدي في 3 المهم كل واحد كل نتواق تلقح في واحد في واحد لاذات يعني اسموه يعني انه هاد النهار لقحتي به هاد هاد النهار بحال عطيته واحد فرصة يوم والغد لي عاد لقحته بشي موش كيصافي كتعطيه واحد فرصة بشي يرتاح لانه تاوره اذاك السائل المانوي كتلكم مرا وصح دياله إلا مشيته اكترته عليه وعيقته عليه بالنتواات اكثر الناس يكريوه يجيب يجيب يعطيني القدو القدو واللقح لك منين الاخر يبغي القح يعطيني مثلا ثلاثة نتواة ويجيب عطيته ويجيب عطية العشية وعطيته يزيده ثلاثة النتواات كيقولي في النهار واحد ملقحت ثمانية النتواات صافي يتتهلك كونوا متأكدين هادك وخيكم كامل الفحولة واحد لقيته ما غادش يقولي قد غاد يقولي صافي مهلوك إذا تجح تقدروا تعطيه وتقدعوا ثلاثة النتواات في خطره يعني مني سليم مع مع الولايات الثانية التالتة صافي وعطيه صافي يرتاح يعني مشي وراء آلة آلة يعني ديال 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 التلقيح لا شوية شوية هكا وهكا يعني متأتا تهومي يكراش باختراس إلا كان هو يعني كي يبغي النتوة كي شوف النتوة كي بقى يدور عليها ويشمها مرة أخرى إلا مشي تهلكت وغادي يشوف النتوة يجلس حداها يشم فيها جوش الشمات ويتجبد حداها صافي أنا وما صافي ما ما قادش أنا ويدير شي حاجة تما صافي كي 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 تبولي القادية مش ي علي كي تهلك القادية ديال الوزن ديال ما راقبه راقبه ما من يكونش يعني غليب و تväيل بزاف خيكون هكا راشيق هذه كرة هو اللي كي يطلع فى النتوة. وهناك يجي بعدد مزيان. القادية ديال .الذكرGd بإبلغ. يعني عندهار 12 شهور. هاده كعطيه النتوة صغيرة. وبحال دبهاد شكل هادا أو هاد شكل هادا هادا عطيه النتوة كبيرة فايتا والدة والدة ماشي مشكل لأنه هو كبير كبير يعني عنده مثلا نقول عام ولا ماشي مشكل تهيه كتكون عوطيني كبيرة كتكون ولدت وولدت هدا كيعتك هدا كيعتك الذكر الصغير حاولوا تعطيه الصغيرة على أنه ما كيكونش تسقيل إليها بزاف وما كيكونش هو بحل كي يتعمل بقصا كيكون لله عاد صغير كيكون كيجيه موالمين وخاك يعطيه عدد صغير هي تعودوها على الولادة أما الذكر الكبير يعطيه شي وحدة كبيرة صافي هذا هو الخلاصة ديال هاد الموضوع ديال هاد النار إذا إلا عجبكم هاد الفيديو شاركوا معنا الناس لي يصفتونا التعالق طيبة كان نرحب بهم وكان شكرهم بزاف لأن امرأة مساندي النيت اكتسبت أصدقاء بزاف في هذه القناة الحمد لله والشكر لله الناس اللي لا يشاركوا معنا يشاركوا معنا لعدة جداد تكيووا على زر الجرس كي يصلكم الجديد ديالي إن شاء الله وتكيووا على زر الجامع باش تسندونا وإلى